السلام عليكم الابنات. كنتمنى تكونوا باخر والاخير. مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البسبوصة بالمنظرين. اه كديف صرحة زوينة. ولا اعجبكم الفيديو ما تنسوا نشمل البارتاج وتشاركوا في القناة باش دائما توصلوا بالجديد. بالنسبة للمقادر عندي واحد كاسلا روب دي الماء عادي من روبيني. كاسلا روب دي الزيت كاسلا روب دي سانيدا. جوش كيسا عاما يمزيان دي السميدة رقيقة. معلقة كبيرة دي الخل. آآ معلقة كبيرة عامة دي الفورص دقيق الابيض. واحد القبيسة دي الملحة. معلقة كبيرة دي الكوفيتير اما دي المشمش اما دي الليمون. جوج ماندارينات من الاحسن يكونوا هذا ما يكونش كبار بزاف. جوج بيضات وجوج خمارات. دمون مقادرين شعر اللي غدين نحتاجوا. بالنسبة لليمون. بالنسبة للماندارين يعني غدين قطعها بحل هكا بالقشور ديالة. نحيدوا لها كالوسط لك هنفعش خيوطة ولا شي حاجة نحيدوهم. وحتى غدين قطشرة. من الاحسن الماندارين يعني ما يكونش كبير بزاف. عادي بحل هاد الحجم هاد الدرس معاكم. وما يكونش آآ هذا آآ الجلدة دياله ما تكونش آآ غلايدة بزاف. تكون موم تكون رقيقة شوية. كيف كتشوفوا البنات موم حايت لي هاد آآ هاد الخيوطة اللي كيكونوا فيه. درتهم في الخلاط كاس ديال العاصر. نزلت عليهم الزيت. بالنسبة ل الزيت عبرتوا بكاس ديال العنبا. كاس ديال النماء. عادي من روبيني. وكاس ديال سنيدة. يعني نفس القياس. هندل معهم قبيس ديال ملحة. يعني ضغية ضغية كتوجد في الصراحة وكتجي زمونة زمونة في المدق. انا دست معلقة كبيرة آآ معلقة كبيرة ديال الكوفيتة ديال المنظارين. هادي اللي كدت وجدت معكم في القناة. ما كانش عندكم هادا. غتعوضوه بديل مشماش. صاف غدين در جوج بايدات. يعني جوج بايدات ما الاحسن ما يكونوش كبار بزاف. دبا غدين خلط مزيان هاد شي كامل اللي درت معكم. غدين خلطوه مزيان وانطحنو. حتى كيولي على الشكل هادا. وانطوقته. صاف كنخفيف هاد الزلافة هادي. غدين در سميدة. كيف قلت لكم البنات بنسبة سميدة. ما الاحسن عمرو الكيسان مزيان. آآ انا تقريبا كل كاس ترتفيه مية ومية وثلاثين قرام. تقريبا كل كاس. صاف غدين نغرب لهم. يفصل حالك تجي خفيفة. ولكن كتجي مهم كتجي زمين. غديت جربوه ان شاء الله وغديت ترضو عليها في اللي كومون تركي فجاتكم. صاف كنخلط هاد الشي بطراب اليداوي. زدت واحد معلقة كبيرة عامرة دي الفورس. دقيق الابيض. غير كنأكد عليها البنات كنأكد عليها جوش كيسان دي ستميدة عمروهم مزيان يعني يكونوا عامرين. صاف غدين درجوش خمارات. حتى هما كنغرب لهم بعد مرة تكون فيهم هاد الكوارات هادو. صاف غدين خلطات شي مزيان. يعني في اللولة غديتبليكم هاد البسبوسة دي يعني هتبليكم مرخوفة. ولكن من بعد كيف كتعرفوا يعني السميدة كتتشرب. من بعد غديتشرب لينا. معلقة كبيرة دي الخل. ابيض. ابيض دولة الاخر بحل بحل بحل. مشي مشكل. صافي. دول قوام ديالها. من بعد كنا اخدو اي مول بغينا. تقدرو اي مول. اه تقدرو اي مول. اه تقدرو احتى المقلات تقيلة دي الوجدة تهيك نديرها فا مرة مرة تهيك دي مزيانة فيها. غدين دهن مزيان هاد المول بالزبدة. غدين ندهنه مزيان وغدين رشوه بالسميدة لقيقة. غدين رشوه كامل. بشهد البسبوسة ديالنا ان شاء الله مني كنديروها. ما كانت تلصق متى حاجة. بها الطريقة هادي كنديرو حتى اجناب. من بعد كنا اخدو هاداك البسبوسة ديالي لدرس معاكم كيف كتشوفو. دبا غدين ديرها في المول. غدين خلوها في المول وبالنسبة للسر للا البسبوسة لبنات. يعني ماشي مباشرة كنديروها في المول وندخلوها الفران. غدين خليها عشرة دقيق. من عشرة دقيق ثلاثة تناشر دقيقة وانا غدين خليها كترتاح شوية. لانا كتكون مرخوفة ونخسط ديش معرسة شوية عد كندخلها طيب. يعني ما نزربوش عليها كيف نديروها نطيبوها. يعني ضروري بش نستقلن هاد البسبوسة هادي. من بعد كندخلها طيبة عادي. كنشل عليها كنستخل الفران وكان طيبة عادي. بالنسبة للسيرو ان شاء الله لا نسقي بي هاد البسبوسة. ندرت نصف كاس دي السكر ساني دا. ودرت كاس ونصف دي الماء. والعبارة لتوب كاس دي العنباء. صافي ديك القشور اللي حيت في اللول ما كنرميهمش. كنديروها كم عسيرو بش كيت تلقو لي ديك لوغو دي الليمون. نديرو فوق البوطة حتي بالي مويمة كواحد جوج غليات صافي كنحيدو. غير تطلع في واحد جوج غليات صافي كنحيدو كنصفيه. هذا ان شاء الله اللي غدي نسقي بي البسبوسة. مويمة لبنات هدي هاد البسبوسة حيتها من الفران. كتجي محمرة وكتجي زوينة وخفيفة. غدي نخليها حتى كتبرد مزيان تماما. وغدي نحركها من لتحت. قنضرب عليها من لتحت. بش ميكن نحيدها. كنحيدها بكل سهولة. حت لسقيتو هي في المول يعني ما غدي نحيدها من المول ما غالش بغيت تحيد لي نهائيا. صافي من بعد ما بردت قدرت عليها كشوية من تحت. قنقلبها في الطبس اللي غدي نقدم فيها البسبوسة ديالي. غير تحيد بكل سهولة غير هي خصة تبرد. المهم البنات ده بغدين شاء الله غدين سقياها بدك السيرو. بالنسبة للسيرو اه لكانت البسبوسة باردة السيرو يكون سخون. ده كانت البسبوسة سخونة السيرو يكون بارد يعني عكس صحيح. المهم غدين سقيا مزيان بات السيرو هذا كيف كتعرفوا البسبوسة كتبغي تسقى. وفي حالة ما كنتوا بغين تقطعوها غير في المول ديالا. يعني كيف كتخرجوها من الفران مباشرة كتسقيوها بسيرو بارد. يعني لك انتوا تقدموها هاكا في الطبق اللي خاصة تبرد على تسقيوها. على تحيدوها من المول على تسقيوها. صافي البنات من بعد ما سقيتها مزيان كيف كتعرفوا البسبوسة كتبغي السيرو. صاف غالين دهنة بعد الكوفيتير ديال المشماش. او ديال ليمون اللي كان. مو بالنسبة للزين كيبقى حسب الضغط ديالكم كل واحد وكيفاش كيبغي يقدمها. مو ما ما غد نعمرها مزيان بعد الكوفيتير هذا. من بعد غد رشها بالكوك يعني آآ كتعجبني هكا تتواتى مع بسبوسة دائما كتتواتى مع الكوفيتيرو الكوك. كالرشها مزيان من الفوق. وغادي نقطع معكم بش شوفو كيفاش كتجي من الداخل اللي في صراحة كتجيه شيشة. كتجي زمينة ومختلفة في الماطاق. لانا ما كندروش فيها السميدة اللي هي بزاف. كنصحكم البنات تجربوها ان شاء الله وطرطوا عليها في كومنتر كيف جاتكم. وما تنسونيش هالبنات ما البارتاج البارتاج جمال البارتاج دي ما كنقولها لكم. وكي قلت لكم ما يعني اربعة وسبعين في المياه الصراحة اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي. ولكي مع الاسف ما مشاركينش في القناة. يعني دائما للبنات شاركوا معي في القناة باش دائما كتوصلوا بالجريد ديالي. كيف كتشوفوا يعني اي وصفة كان حطا ما كتاخد شو ما كتاخدش حقها كيف كنقولو. الصراحة تحمل وصفة ما اخدتش حقها. يعني شاركوا معي في القناة باش دائما توصلوا بالجريد ديالي. وكنتمنى تعجبكم يا ربي الوصفة دياليوم. وبسلام عليكم. خليت لكم الراحة. موسيقى